على جانب آخر استعرضت وزارة الموارد المائية والريئة لإجراءات المتبعة لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول ومتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها حاليا للحمية من أخطار السيول وخلال اجتماع عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة تم التشديد على ضرورة استمرار المرور والمتابعة للتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف وكفة المحطات لمجابهة أي طارئ كما تم بحث الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتلبية الاحتياجات المائية لموسم الزراعي خلال الصيف المقبل